فإذن يعني الشيء الثالث قال له إذا عاوز تكون كامل وضع إصبع الوطر الحساس قال له روح بيع كل أملاكك وبعدين تعال بعدها تعال اتبعني مكتوب مضى حزينا وطبعا استمر الحديث مع التلاميذ طب لما قال الرب يسوع المسيح للتلاميذ طبعا إنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيصر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فالتلاميذ تعجبوا وسألوا إذن من يستطيع أن يخلص وهنا كان الجواب النهائي الكامل للرب يسوع المسيح قال سألوا من يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع